السلام عليكم وعملين ايه وحشتوني ان شاء الله النهاردة هعمل معكم المساقة زهيئنا من الفراخ واللحمة وهنعمل بقى نهاردة كده حاجة بسيطة آآ الاكلة الشعبية اللي كل الناس بتحبها هجيب تلاتة من البتنجان الرومي ونقيته خفيف علشان ما يبقاش فيه اي البزر عشان امش بحب البتنجان اللي بيبقى فيه بزر قطع ناطر انشاط بعد ما اشرناه وهنرش عليه رشة من الملح عشان ينزل كل اللي مية اللي فيه وما يشربش ايه آآ زيت كتير هنتيبه كده على جنب بقى ونعمل الصلصة بتاعة المساقة هنجيب كيلو من الطماطم نضربه مقايز جدا في الخلاط وهنجيب معلقتين كبار من الزيت وهنحطهم مع خمس فصوص من الثوم بعد ما نقطعهم ترانشاط زي ما انتم شايفين كده هنديهم تشويحها كده بسيطة على النار لغاية ما يبدأ اللي هو لونه آآ يسفر وننزل عليه بالفلفل الحامي او فلفل رومي سواء ده او ده اللي اتنين هيدوكي الطعم الخطير هنبدأ ايه نحمرهم كده شوية وننزل بقى عليهم ده الطماطم اللي احنا ضربناها في الخلاط هنجيب بقى ايه عشان نديها مزاق حلوة معلقة كده من الخل بتكونش كبيرة يعني معلقة ايه تكون حلوة كده آآ معلقة من الفلفل الاسود معلقة ملح وهنحط كمان ايه رشة من الكسبرة بتديها طعم طحفة ومعلقة من كمان البابريكا هنسابها لغاية ما تتسبك شوية ونيجي بقى نحمر البتنجان قبل ما اتحمري البتنجان حمري الفلفل علشان البتنجان ياخد من طعم الفلفل كده وبيبقى طعم حلوة قوي بعد ما هنحمر الفلفل الرومي ممكن كمان تحمري معايا فلفل حامي هيبقى طعمه كمان طحفة بعد ما يتحمر كده ويبقى لونه ايه محمر زي ما انتم شايفين هنخرجه وننزل بقى البتنجان بتاعنا اللي نزل كل ميته ومشربش مية خالص ايه هننزله واول ما يبدأ بقى ايه لونه يحمر من النحيتين ايه وما يبقاش فاتح لو شلت البتنجان فاتح من الطاصة هيشرب بايه زيت كتير فانتي تشليه وهو ايه محمر بالمنظر اللي انتم شايفينه ده هكمل بقى ايه تحمير البتنجان وهبدأ ان انا بقى ايه اجيب صانية او طاجن زي ما انتم عايزين وهنرس فيه البتنجان بشكل عشوائي وفوقيه كمان الفلفل الرومي اللي احنا عملناه طيب هنجيب ايه بقى هجبت مع علقتين كبار من الفلفل او من الهريسة اللي انتم عاملينها آآ بالمنظر ده وهحطها قبل ما هحط السلسة بتاعة التسبيكة هيديكي طعم خرافة نخليها الفرن على طريقة حرارة عالية يكون مساخنة قبلها يطلع بالمنظر ده والمو الشاي حمر وخلاص كده احلى مساقعة تكليها طعمها تحفة وتغيير بقى للاكل واللحوم اللي احنا بدنا كلها وزهقنا منها وبتنسوش كمان تشتركوا في القناة وتقول لي تعليقاتكم في الكومنت